ذا ونشرت زعيمة حزب اليمين المتطرف ماري لوبان عبر صفحتها الرسمية في تويتر منشورا حول عيد النصر الموافق لتسع عشر من مارس يتبت من خلاله أن الجزائر وفرنسا تطلقت سنة 1962 وفرنسا هي من قامت باحتواء أطفالها وهو الأمر الذي أثار استياء المتتبعين لصفحتها الرسمية عبر تويتر وفيسبوك وأثرت موجة من التعليق السخطة وهو ما دفع زعيمة اليمين المتطرف إلى حذف منشورها الاستفزازي دقائق بعد نشره خاصة أن الألاف الجزائريين قاموا بشتمها على صفحتها الرسمية على تويتر